طرق حساب طول الإفراد في أعمال الصاج هي طرق كتيرة منها Bend Allowance, Bend Deduction, Gage Table, Bend Calculation إم تستخدم أي طريقة من دول؟ وإيه الفرق ما بينهم؟ ده اللي نتعرف عليه في الفيديو الحالي ما تنساش تعمل سبسكرايب لي القناة عشان تتابع كل ما هو جديد يلا أول طريقة معنا هي Bend Allowance والBend Allowance هو طول الجزء اللي بيحصل فيه تاني أو طول الجزء بتاع التاني زي ما أنت شايف كده التول ده بنضيفه على المقاس اللي نتعيسه أو Leg Lens 1 زائد Leg Lens 2 عشان تقدر تجيب طول الإفراد يبقى طول الإفراد هو المسافة اللي اسمها Bend Allowance اللي هو القوس اللي حصل عليه التاني وزائد Leg Lens 1 زائد Leg Lens 2 الBend Allowance ممكن تحسبها بمعادلة بسيطة بتقول إن الأنجل في أعلى 180 عشان نحول ليه ريديم فيه R نص كتر التاني اللي هو سكنت التاني أو التول اللي هاتتني زائد الكي فاكتور فيه التي طيب أجيب الBend Allowance كميتها أجيبها منين ممكن أجيبها من الجداول فيه جداول للBend Allowance بتعتمد على نوع الخامة وطريقة التصنيع أو طريقة التانية المستخدمة لو محتاج الجداول دي ممكن تسيب كومنت بإيميلك وهتوصلك على الإيميل تعالنا نتعرف على طريقة تانية وهي الBend Detection وهي شبيهة بالBend Allowance لإن الBend Detection بيعتمد برضو على الBend Allowance بس الBend Detection بيبقى طريقة الAS مختلفة شوية احنا بنقيس المنتج نفسه فلانش لينس ده بنقيس من بره لبره أو من الBend Detection دوت للBend Detection دوت فمنسميه فلانش لينس ومن الBend Detection ده للBend Detection ده بنسميه فلانش لينس اتنين بنجمع التولين دول ونطرح منهم الBend Detection الBend Detection هي اتنين أوتستباك أوتستباك اللي هي الX والY لطول القوس ناقص الBend Allowance فالBend Detection ممكن نحسبها بي المعادلة البسيطة دي اتنين في النص كتر التاني زائد الصمك الصاج في تان الزاوية بتاعتنا زاوية التاني اللي هنا 90 درجة على اتنين ناقص الBend Allowance يبقى انا لو عايز احسب طول الافراد هيكون هو الFlanche لينس واحد زائد الFlanche لينس اتنين ناقص الجزء ده الجزء ده اللي هو الBend Detection اللي احنا ممكن نحسبه بالمعادلة دي برضو في جداول ممكن تطلع منها قيم الBend Detection بناء على نوع الخامة وطريقة التصنيع تعالنا نتعرف على الفرق ما بين الBend Allowance والBend Detection في المثال البسيط ده اول حاجة هنا عندنا العشمال ده الBend Allowance انا قايس قبل وبعد التاني التول بتاعي A والتول B اما هنا في الBend Detection انا قايس التول كله في اتجاه X و Y للجزء المتني دوت فهنا طول الافراد في حالة الBend Allowance هيساوي A زائد B ناقص آسف زائد 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 قوس التاني اللي هو الBend Allowance اما هنا هيكون الBend Detection هيساوي طول الافراد طول الافراد في حالة الBend Detection هيساوي ايه الA زائد الB ناقص طول ايه او القطعة ديت اللي هي بتسمى Bend Detection في كلتا الحالتين هتطلع نفس طول الافراد يعني بص هنا في المثال ده لو انا حسبت بناء حسبت طول الافراد بناء على الBend Allowance هتلاقي طول الافراد طالع 4.707 من الف وبرده لو حسبتوا على الBend Detection هتلاقي نفس النتيجة 4.707 من الف الفرق بس طريقة اياس هي طريقة الياس اللي بتختلف ما بين الBend Allowance والBend Detection بس ممكن تستخدم اي واحدة منهم عشان تحسب طول الافراد وتقدر تطلع على القيم بتاعتهم من جداول خاصة بالBend Allowance والBend Detection طبعا الBend Allowance الBend Detection بيكون داخلهم الكيف فاكتور يعني المعادلة القيمة بتاعت الكيف فاكتور جزء من الBend Allowance او الBend Detection خب بالك اللي أنا ممكن احسب طول الافراد اعتمادا على طريقة الBend Allowance او اعتمادا على طريقة الBend Detection او اعتمادا على الكيف فاكتور بس فكل الطرق دي برضو هتطلع طول الافراد مظبوط تعال نشوف طريقة تانية او الBend Allowance Stable داخل Solid Workers هو دي جداول من خلالها بنقدر نحسب طول الافراد بس اعتمادا على ايه على نوع الخامة وفي مجال زوايا ونص كطري تاني محدد للBend Allowance اللي على اساسه بنقدر نحسب طول الافراد اما الBend Calculation Table ديت برضو جداول بنقدر نحسب منها طول الافراد لكن احنا مؤيدين بزوايا محددة هتلاقي في الجداول بتاعتك في ايه زوايا محددة هي Range معين Range بتاع الزوايا ده بيطلع لقيمة معينة عشان احسب طول الافراد لقيمة دي لو مجابة بتمثل الBend Allowance لو سالبة بتمثل الBend Detection واللي على اساسهم بقدر احسب ايه طول الافراد اللي انا عايزه فكل دي برضو طرق لحساب طول الافراد في طريقة تانية وهي طريقة الجيش تابل ودي يعني افضل طريقة وتعتبر Optimal Method لموضوع طول الافراد ليه بقى لها دي افضل طريقة بتطلع نتيجة ضقيقة جدا لحساب طول الافراد عشان انت ماشي ب Standard Table يعني مثلا انا دلوقتي في الجيش ثلاثة هتلاقي السكنس بتاعك اتنين اتنين من عشرة وشوية السكنس ده طلع من المصنع بالقيمة دي و Available Bend Radius بتاعته كذا التلاتة رينج ده ربع او نص او خمسة وصفين في المية لما تستخدم الجيش تابل بيبقى السكنس مقفول معاك ما تقدرش اتغيره اللي تقدر تختاره اتغيره هو ال Bend Radius وبيطلع برضو قيمة طول افراد دقيقة جدا يعني لو بصينا هنا على الجدول دوت هتلاقي الجيش دبل مليمتر لخامة ألمونيوم وطريقة التصنيع بتاعنا كوينينج هنتكلم معنا في فيديو لاحق بإذن الله الجيش رقم 10 هتلاقي السكنس بتاع 3 ما قدرش اغير في السكنس لكن عندي Available Bend Radius ممكن استخدم 3 ملي ممكن 4 ممكن 5 ممكن 8 ممكن 10 فأنا بفضل دايما تستخدم الجيش لأنها بتطلع قيم optimal لحساب طول الإفراد ملحوظة أخيرة لموضوع حساب طول الإفراد في أعمال التاني داخل أعمال الصوج هنلاحظ أن إحنا لما نستخدم نص كتر التاني كبير ألاقي طول الإفراد بتاع BL يعني مثلا هنا أنا عندي نص كتر التاني اللي أنا استخدمته 4 ملي أو 4 بوصة لقيت أن طول الإفراد طلع في الحالة دي 24 أما لو زودت نص كتر التاني بتاعي استخدمت مجال أكبر أو نص كتر أكبر هتلاقي هنا طول الإفراد L فيبقى في علاقة عكسية ما بين نص كتر التاني وطول الإفراد كل ما تكبر سكنت التاني كل ما طول الإفراد بتاعك يقل وبكده يبقى تحياتي علي نص